صباح الخير تلاميذي الأحباء سنقوم اليوم بحل تعبير كتابي سويا كما أننا سنقوم بحل تمارين لغوية ومراجعة في مادة الكواعد أطلب منكم طلاب مستوى الأساس الثالث الجزء الأول أن تتابعوا معي الآن على دفتر الأنشطة في الصفحات ما بين 72 و75 وعلى الكتاب على الصفحة 85 أبدأوا بعرض الأهداف في التعبير الكتابي سنقوم بقراءة فكرة وملء الفراغ بالكلمات المناسبة للمعنى وفقا للرسوم أما في التمارين اللغوية والمراجعة سنقوم بحل تمارين حول الرملة الفعلية والجملة الإسمية أطلب منكم الآن أن تتابعوا معي على دفتر الأنشطة صفحة 72 لـ 70 سأقرأوا الموضوع أروي قصة شجرة التفاح في الفصول الأربعة مستعينا بالصور ومكملا النص الآتي بعد ملاحظة للصور جيدا أبدأ بإكمال الفراغ في النص وأنا أقترح لكم الإجابات على الشكل الآتي مع بداية فصل الخريف حزنت شجرة التفاح لأن أوراقها بدأت تصفر وازداد حزنها عندما تساقطت على الأرض ولكنها مع بداية الربيع استعادت حيويتها وظهرت أوراقها الخضراء ففرحت وطلبت إلى الشمس أن تدفئها تزينت أخصان الشجرة بأظهار صغيرة فأحست بالسعادة لأنها في فصل الصيف ستطل بين الأوراق ثمار تفاح شهية أكمل مع التمارين اللغوية من دفتر الأنشطة صفحة 74 1- أركب جملة اسمية تتضمن حقيقة علمية 2- أركب جملة فعلية تتضمن حقيقة علمية أكترح جملتين حول السؤال 1 و 2 ولكن بإمكانكم اختيار جملا أخرى إذن حول السؤال رقم 1 أكترح الجملة الآتية الجراثيم تموت بفعل حرارة أما كجملة فعلية تتضمن حقيقة علمية في السؤال 2 أكترح تبعد الثياب الصفية عن البرد 3- أحول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية 3- غل الماء على النار 4- فيصبح لدينا الماء غل على النار 5- يغل هذا الصنف من الحلوى يوما بعد يوم 5- فتصبح الجملة الإسمية على الشكل الآتي 6- هذا الصنف من الحلوى يغل يوما بعد يوم 6- تهب الرياح في كل اتجاه 7- تصبح الجملة الإسمية على الشكل الآتي 8- الرياح تهب في كل اتجاه أربعة أحول الجمل الإسمية الآتية إلى جمل فعلية هذه البنت تستفسر بذكاء الجملة الفعلية هي تستفسر هذه البنت بذكاء الصديقاني تواعدا على اللقاء إذا أردنا تحويل هذه الجملة الإسمية إلى جملة فعلية علينا أن نحول الفعل إلى صيغة المفرد فيصبح لدينا تواعد الصديقان على النقاء القرويون جمعوا غلالهم كما قلت الآن علينا أن نرد الفعل إلى صيغة المفرد فيصبح لدينا جمع القرويون غلالهم أنتقل إلى صفحة 75-5 أعبر عن الرسم الأول بجملة إسمية وعن الثاني بجملة فعلية أقترح جملتين من عندي حول هذين الرسمين ولكن كما قلت سابقا يمكنكم كتابة الجمل التي تريدونها إذن جملة فعلية حول الرسم الأول أقترح أمي تصب الشاي في الأكواب وجملة فعلية حول الرسم الثاني أقترح تحفظ أمي اللحوم والدجاجة في الثلاجة والآن مع الصفحة الأخيرة من كتاب الكراءة صفحة 85 والتي هي صفحة المراجعة العامة في الكواعد اثنين أحول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل إسمية برد بخار الماء فيصبح لدينا بخار الماء برد تسمع الأم الأخبار فتصبح الجملة على الشكل الآتي الأم تسمع الأخبار ينقص هذا الماء فتصبح الجملة إذا أردناها إسمية هذا الماء ينقص تتجمع هذه الغيوم فتصبح الجملة هذه الغيوم تتجمع ثلاثة أعبر عن الرسوم بجمل إسمية أكترح الإجابات الآتية حول الصورة الأولى أكترح الجملة الماء يغلي وحول الصورة الثانية أكترح الأمطار تهتل وحول الصورة الثالثة أكترح الإبريك فوق الطاولة وفي الختام أشكركم جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة